بدء عملية استعادة كامل الحويجة بتحرير ثماني قرى في القضاء وكالة طاقة الذرية تدق ناقص الخطر بشأن نووي بيونج يانج ويونسيف تحذر أكثر من نصف المدارس مغلقة بمناطق بوكوحرام في نيجيريا أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من العراق إذ بدأت القوات الأمنية العراقية المشتركة عملية عسكرية لاستعادة كامل قضاء الحويجة من احتلال مسلح داعش عبر عدة محاور وفد مصدر عراقي بأن الشرطة الاتحادية سيطرت على ناحية العباشي وثماني قرى في الحويجة فيما تتوجه قوات العمليات الخاصة بجهاز مكافحة الإرهاب من ناحية العالم شرق مدينة تكريت لاستعادة ناحية الرشاد وفي تطورات أحداث نتائج استفتاء انفصال إقليم كردستان فرضت الحكومة العراقية منطقة حضر جوي على كردستان يبدأ تطبيقه اعتبارا من مساء اليوم وبحسب مديرة مطار أربيل في كردستان العراق فإن جميع الرحلات الدولية من دون استثناء من مطار أربيل وإليه ستعلق اعتبارا من الساعة السادسة بالتوقيت المحلي قال المتحدث باسم قوات التحالف الدولي الكولونيل راين ديلون إن الاستفتاء حول استقلال إقليم كردستان يؤثر على الحرب على تنظيم داعش لأنه يضعف من تركيز المقاتلين الأكراد والعرب على مواجهة التنظيم المتشدد وتابع ديلون أن المهمة الأساسية التي تقضي بتكبيل تنظيم داعش هزيمة في العراق تأثرت بنتيجة الاستفتاء الأخير بعدما كان التركيز مصلط بنسبة 100% على قتال داعش ونبقى في الشأن العراقي حيث شرعت الفرق الهندسية تابعة للقوات العراقية بتطهير المفخخات والمخلفات الحربية التي تركها داعش في منطقة الزاب شمال غربي الحويجة بينما استمرت الاستخبارات العسكرية في البحث عن فلول التنظيم في هذه المنطقة المحررة وخلال عمليات التطهير اعتقلت أحدهم وكان مختبئا قرب أحد المباني مراسل أخبار الآن ويسام يوسف والتفاصيل أثناء مرافقتنا لقوات من فرقة الرد السريع العراقية وبعد تحريرها لناحية الزاب شمالية غربي الحويجة عثرت هذه القوات على أحد مقاتلي داعش كان يختبئ في واد عند مدخل الناحية وعلى الفور ألقت القبض عليه ثم أكملنا المهمة باتجاه مركز المدينة التي تجري فيها أعمال التطهير والتفتيش عن فلول التنظيم ومخلفاته التي تركوها متجهين إلى مركز الحويجة حاليا نحن من منطقة الزاب منطقة استراتيجية ثم اقتحامها من قلال أبطال فرقة الرد السريع وابطال حج الشعبي تمهيدا لإقتحام الحويجة مثل ما تعرفون تنظيم داعش الجبال منهار أمام قطعاتنا قطعاتنا الأبطال وقوات الأمنية من فرقة الرد السريع والشرطة الاتحادية والحج الشعبي حاليا نحن نتجول بأزقة مدينة الزاب الواضح مما تركه داعش في مقراته أن مقاتليه غادروا المنطقة على عجل حيث ما زالت جميع مقرات التنظيم تحويل كثيرة من الوثائق تنظيم داعش الجبال قام بزج أكثر من عجلة مفخخة ولكن الأبطال من فرقة الرد السريع تم تفجير العجلات عن بعد وحاليا مثل ما تشوفون المنطقة خالية من السكان وسوف يرجع لها سكانها بأقرب وقت القوات العراقية جمعت الوثائق كافة لغرض كشف معلومات أكثر حول مقاتلي التنظيم الذين لاذوا بالفرار هربا من ملاحقتهم خلال المعارك القادمة في منطقة الحويجة الحمد لله وشكر بعد تحرم ناحية الزابو تم تفتيش المناطق والبنى السكنية تم العثر على عدة مضافات مثل ما تلاحظ حضرتك هذه أحد المضافات اللي كان عناصر داعش يختبون داخلها هذه هنا البدلات العسكرية ماتهم بعد وصول قواتنا الأمنية البطلة ووصول فرقة الرد السريع الباسلة هذه قاموا بنزع ملابسهم العسكرية وارتدام ملابس مدنية والهروب وأيضا مثل ما تلاحظ هذه مناماتهم وأيضا بالغرفة المجامعة والغرفة الأخرى موجود أيضا فتاء الكورتكس وأيضا أعتداء متعددة العيارات الحمد لله شكر الانهيار الذي أصاب مقاتل داعش في هذه المناطق هو ما جعلهم يتركون مقراتهم وجميع وثائقهم بعد أن كانوا يحرصون على إحراقها قبل المغادرة وهو دليل تخبطهم بعد انهزام قادتهم وتركهم لمواجهة القوات الأمنية العراقية من دون قيادة في الشأن السوري تتعرض إدلب وحمى لحملة قصف مكثفة يشنها النظام وروسيا منذ عشرة أيام على رغم من تمديد اتفاق مناطق خفض التصعيد الذي شمل المحافظة وأزاء من محافظة حمى ضمن الجولة السادسة من محادثات أستانا حيث تعهدت الدول الضامنة بمراقبة الاتفاق إلى التفاصيل جددت قوات النظام يوم الخميس خرقها لاتفاق خفض التصعيد في محافظة إدلب شمال غربي سوريا ما أسفر عن سقوط مزيد من الخسائر في صفوف المدنيين والبنى التحتية وذلك في اليوم العاشر لهجوم النظام وروسيا على المحافظة حيث استهدفت طائرات حربية رجحت أنها تابعة للطيران الروسي رفا إدلب الغربي والجنوبي حيث تركز القصف على جسر الشغور والقرى القريبة منه كما استهدفت الغارات قرى وبلدات في جبل الزاوية ما خلف جرح بين المدنيين وأضرار كبيرة في السوق الرئيسي وسط مدينة جسر الشغور والمجزد الكبير فيها وقد اتهمت المعارضة السورية روسيا باستهداف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية بشكل متعمد وبمئات الغارات الجوية وارتكاب مجازر راح ضحيتها عشرات الأبرياء إذ أفادت تقارير لمنظمات حقوقية سورية أن قوات النظام وروسيا قصفت 25 منشأة طبية في محافظة إدلب في نيسان أبريل الماضي بمعدل هجوم واحد كل 29 ساعة وما تزال مستمرة في الاستهداف حتى اليوم فيما خلصت إحصاءات أخرى إلى أن 91% من الهجمات على المرافق الطبية نفذتها قوات النظام أو روسيا ومعظمها في إدلب كما قال الدفاع المدني السوري أن طائرات روسية وأخرى تابعة للنظام قتلت ما لا يقل عن 150 مدنيا وأصابت العشرات بجروح إثر قصف عنيف على الأحياء السكنية في مدينة إدلب وريفها استمر لأكثر من أسبوع ما جعل مدرية الصحة الحرة في محافظة إدلب تطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل لوقف العدوان الذي يرتكبه النظام وروسيا بحق المحافظة وأبنائها خصوصا استهدف المنشآت الحيوية والمشافي معتبرة ذلك شريمة حرب في كواليس المعارك التي تدور رحاها في محافظة دير الزور ضد تنظيم داعش هناك مأساة إنسانية تتمثل في نزوح عشرات الآلاف من سكان هذه المحافظة بأكبر موجة نزوح منذ بداية الثورة السورية كاميرا أخبار الآن رصدت أحوال نازحي دير الزور في مخيم عين عيسى شمالي رقى نتابع التقرير الثالي تحط هذه الأسرة رحالها قادمة من أقصى الشرق السوري هاربة كغيرها من الموت الذي حل ضيفا ثقيلا على محافظتهم دير الزور كسيل من البشر يتوافد آلاف المدنيين يوميا باتجاه محافظات الشمال الآمنة نسبيا في فصل آخر من فصول التغريبة السورية هشام محمود هو أحد الواصلين الجدد إلى منطقة عين عيسى بريف الرقى يصف المشهد الأخير قبيل نجاته من براثن داعش والنظام بأنه يوم القيامة على الأرض السعانة بالنسبة إلي أبوي وقت هاي صار الضرب أبوي أنا ضيعتم وين راح ما نعرف؟ آدمي تشبير أمره بالثمانين سنة هو والده صغار دورت له ذكروا لي بغرانيج جبت مرته وولدي وينه ما أعرف؟ مو بس سنة بيه مثل مثايل وصرنا إحنا أهلة كاملة كل ناس بديرها متطرطة شيء وين نريد نلتقي ما حد نعرف؟ في هذا المخيم الواقعي على أطراف بلدة عين عيسى شمالية الرقى وجد خمسة عشر ألف نازح مستقرا لهم في حين اتجه أضعاف هؤلاء إلى مناطق في أرياف الحسكة وحلبة وحمس ضمن أكبر موجة نزوح تشهدها ديرزور في خضم المعارك المحتدمة ضد مسلح داعش على ضفتين ريلفورات الشرقية والغربية الأغلبية من ديرزور وفي منهم من بقية سوريا كانوا ساكنين من ديرزور نزحوا مع أهالي ديرزور في عائلات عبور بتأخذ ورقة من هون بتكمل في منهم بيطلعوا على منبج على حلب على الشام يعيش النازحون هنا أوضاعا أقل ما يمكن وصفها بالصعبة وذلك مع تدفق المزيد منهم في ظل استمرار انحسار مناطق احتلال داعشة تحت ضربات القوات المهاجمة إذ لجأ مسلحو التنظيم مؤخرا إلى فرض التجنيد الإجباري على الشبان بغية إطالة أمد المعركة يترقبوا هؤلاء النازحون انتهاء حقبة احتلال داعشة لأراضيهم كشر مطلق جثم على صدورهم لسنوات كما يراودهم في ذات الوقت خوف على مصيرهم بعد انتهاء معارك طرد التنظيم من دير الزور نشرتنا مستمرة مشاهدين وفيها بعد فاصل قصير واشنطن تطالب بتفتيش أكثر صرامة في إيران أحييكم من جديد حذر مدير المركز القومي الأمريكي لمكافحة الإرهاب من أن الهزائم التي مني بها تنظيم داعش في العراق وسوريا لم تحد من التهديد العالمي الذي يشكله التنظيم يأتي ذلك في الوقت الذي يؤكد فيه خبراء أن داعش يكثف جهوده الدعائية في محاولة لتوجيه مزيد من الهجمات على الغرب إلى التفاصيل قبل ما يقارب الخمسة أعوام بزغت ما تعرف بأحلام الدولة الكبرى في العراق والشام حينها عكف تنظيم داعش على إرساء دعائم سطوته على البشر والحجر ووسع النطاق الجغرافي لعملياته العسكرية بهدف احتلال أكبر مساحة ممكنة من البلدين مرت الأيام وبددت الأحلام وفاض مشروع الخلافة المزعومة بالوهم وخيبة الأمل التنظيم الذي شغل العالم طيلة السنوات الماضية وشكل تهديداً حقيقياً للسلم يبدو أنه آيل للسقوط سلسلة الهزائم المتتالية لداعش وفقدانه كثيراً من المدن الاستراتيجية في سوريا والعراق أفقدته توازنه ووضعته في دائرة السياق التراجعي ثم تم يتوقع أنها بداية النهاية خصوصاً مع شح الخيارات المتاحة لأفراد التنظيم على البقاء والبعض الآخر ما يزال يعتقد أن خطر التنظيم لم يتلاشى حتى الآن وبين هذا وذاك تطرح تساؤلات حول مستقبل التنظيم وحتمية هزيمته ومدى قدرة خلاياه النائمة على تنفيذ هجمات إرهابية في شتى البقاع مدير المركز القومي الأمريكي لمكافحة الإرهاب أكد أن الهزائم التي مني بها تنظيم داعش في العراق وسوريا لم تحد من التهديد العالمي الذي يشكله التنظيم حيث من المتوقع أن يتحول بعد خسارته لمواقعه على الأرض في ساحات القتال إلى حركة سرية ستستمر في شن اعتداءات حول العالم كما أشار أيضاً إلى أن قدرة التنظيم على الوصول عالمياً بقيت في معظمها على حالها ما يعني أن هزيمة داعش في العراق وسوريا لم تحد بتاتاً من خطورته معلومات استخباراتية أمريكية تقول إن التنظيم يجند أتباعاً له حول العالم وسيستمر بذلك وهو مستعد لشان هجمات مشيرة إلى أن خبراء في مجال الإرهاب توقعوا أن يعود إلى الشكل الذي كان عليه في البداية كتنظيم القاعدة في العراق بين عامي 2004 و2008 لا شك أن وجود داعش في العراق وسوريا تصدع إثر ضربات قاسية متتالية لكن خلاياه النائمة غدت كابوساً مزعجاً دفع عديد من الدول إلى دق نقوس الخطر ما ينظر باقتراب معركة جديدة أشد وقعاً من سابقتها أصدر الخميس الذراع العلامي لتنظيم داعش المتشدد مقطعاً صوتياً قال إنه لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي وهو أول تسجيل ينسب له منذ ما يقرب من عام ويأتي هذا التسجيل الصوتي في وقت خسر فيه تنظيم داعش كثيراً من مقاتليه وقادته إثر المعارك التي يخوضها في العراق وسوريا وليبيا أعلن الجيش الأمريكي قتل عدد من مسلحي تنظيم داعش في ضربتين جويتين له في ليبيا هذا الأسبوع وقالت قيادة أفريقيا بالجيش الأمريكي في بيان إن الضربة وقعت على بعد نحو 161 كم إلى الجنوب الشرقي من مدينة السرط يوم الثلاثة الماضي لا يكاد يخلو بيت في أفغانستان لم يعاني ساكنوه من إرهاب جماعة طالبان الأفغانية سواء من عمليات القتل أو الضرب أو النهب أو ما شابه ذلك من هؤلاء قصة ضابط أفغاني سابق في الجيش خسر ساقه بعد انفجار لغم زرعته جماعة طالبان على إثرها أحيل إلى التقاعد وبات يعاني ظروفا اقتصادية صعبة قصته مشاهدين نتابعها في سياق التقرير التالي معارك كثيرة قتل فيها هذا الضابط السابق في الجيش الأفغاني ضد جماعة طالبان في مقاطعتها المند الوقعة جنوب البلاد والمحاذية للحدود الباكستانية لكنه في إحدى المعارك التي خاضها وقعت قدمه على لغم أرضي زرعته جماعة طالبان ومع انفجار اللغم وطرت ساقه اليمنى ومنذ ذلك الوقت وهو يلازم هذا الكرسي المتحرك كنا نخوض معركة ضد طالبان بمقاطعة هلمان بالتحديد من منطقة سانجين وبلدة شيلة كنت برفقة أربعة من زملائي في الجيش حين أحاط بين الأعداء من كل الاتجاهات ذات مرة شعرت بهزة أرضية كبيرة وشاهدت زملائي يسقطون على الأرض واحدا تلو الآخر وعلمت أنهم أصيبوا بسبب انفجار لغم أرضي الحمد لله في المرة الأولى نجوت وبدأت أساعد زملائي الذين أصيبوا إصابات بالغة كنت أتحرك يمينا ويسارا لمساعدة رفاقي بطلب من قائد الفرقة إلى أن توقفت على قنبلة مزروعة على الأرض شعرت ببرود في رجل اليسرى نظرت إلى الأسفل وعلمت أنني متوقف على قنبلة الإصابة لم تكن المعنى الوحيدة لمهر الله صافي فبعد أن بترت ساقه أحيل إلى التقاعد ومنذ ذلك الوقت لم يتلقى يراتب شهري وواجه ظروفا اقتصادية صعبة رغم أنني أشعر أن الحكومة لا تعطيني اهتماما كافيا إلا أن هذا لا يمنعني من أن أبقى سندا لبلدي أو أن أشارك في خدمة أبناء الوطن سأبقى أدافع عن أفغانستان بكل شجاعة وصبر وسأموت لأجلها ولا أخاف من الموت ولن أترك الإرهابيين يعبثون بأراضينا يعمل مهر الله صافي بجد واشتهاد من أجل مساعدة ابنته الكبرى على دفع تكاليف المدرسة حتى تكمل تعليمها ويكون لها مستقبل أفضل عندما رأيت عمي يحمل أبي وهو جريح لم أكن أصدق وطبعا لم أسمع هذا الخبر من قبل لكن عندما أيقنت ذلك استمريت بالبكاء طوال الليل أنا سعيدة جدا لأن والدي ما زال على قيد الحياة ونحن سعداء أكثر بأنه ما زال يحاول مساعدتنا في الذهاب إلى المدرسة أبي هو بطلي مهر الله صافي بطل بأعين ابنته وهو بطل بالنسبة لكل الأفغان الرافضين لكل أشكال العنف والإرهاب في بلادهم سواء أكان الطالبان أم القاعدة أم داعش طالبت واشنطن بعمليات تفتيش أكثر صرامة في إيران من قبل الوكالة الذرية المكلفة بمراقبة تطبيق الاتفاق النووي المبرم بين القوى الكبرى وإيران في عام 2015 وأشارت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي إلى أنه يجب على كل الأطراف الموقع على الاتفاق أن يكون لديها فهم مشترك لبنوده مضيفة أنه دون عمليات مراقبة يصبح الاتفاق مع إيران وعدا فارغا طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويترس أمام مجلس الأمن الدولي الحكومة البورمية بوقف العمليات العسكرية في غرب البلاد وإتاحة وصول الدعم الإنساني بدون عوائق ناسية لأقلية الروهينغا المسلمة كما طالب جويترس بضمان العودة الأمنة والطوعية والكريمة للاجئين الروهينغا الذين فروا من ديارهم إلى بنجلادش حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من التقدم السريع الذي حققته السادس تجربة نووية أجرتها كوريا الشمالية في الثالث من الشهر الجاري وأكد مدير عام الوكالة يوكيا أمانو عقب اجتماع مع وزيرة خارجية كوريا الجنوبية في سول أن الأهم في الوقت الحالي هو أن يتحدى المجتمع الدولي لكبح طموح بيونغ يانغ الذي يهدد الأمن الدولي نشرتنا مستمرة مشاهدين وفيها بعد فاصل أخير فرار مئة ألف شخص في إندونيسيا وسط تزايد المخاوف من ثوران بركان أحييكم من جديد حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف من أن أكثر من نصف المدارس في ولاية بورنو التي يتركز فيها الصراع بين الجيش النيجيري وجماعة بوكو حرام ما تزال مغلقة وبحسب المنظمة الأممية فإن الهجمات على المدارس تهدد بأن تصنع جيلا ضائعا من الأطفال وتهدد مستقبلهم ومستقبل دولتهم بالإضافة إلى سوء التغذية المدمر والعنف وتفشي الكوليرا قال مسؤولون إن عدد الأشخاص الذين فروا إلى الملاجئ ومراكز الإيواء المؤقتة على جزيرة بالي في إندونيسيا ارتفع إلى 104 ألاف شخص بعد تحذير من نشاط بركاني متزايد قد يؤدي إلى ثورة بركان في أي وقت ورفعت السلطات درجة التحذير إلى أعلى مستوى الأسبوع الماضي بعد أن نفث بركان جبل أونغ دخانا أبيض وسبب هزات أرضية في المنطقة نتحول وإياكم مشاهدين إلى مختاراتنا من الصحفة العربية لهذا اليوم نبدأ تجولنا القصير مشاهدين بين الصحفة العربية لهذا اليوم من صحيفة الغد الأردنية التي نقرأ لكم في الصحة منها دهون مرضى السمنة معجزة لمعالجة الحروق والندبات جاء في تفاصيل الخبر طور علماء في سنغافورة بروتينا جديدا يمكن أن يساعد في شفاء ضحايا الحروق ومرضى السكري باستخدام الدهون الموجودة عند مرضى السمنة وضف العلماء أن البروتين المعجزة يقلل من الالتهاب ويقاوي الجلد كما يرمم الجروح ويعزز تشكيل الأوعية الدموية من صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدين اخترنا لكم إيزي جيت تطور طائرة ركاب تجارية كهربائية تعمل فقط بالبطارية أكدت شركة إيزي جيت أن لديها تطوير طائرة ركاب تجارية تعمل بالبطاقة الكهربائية بالكامل ومن شأن الطائرة الجديدة أن تغطي المسافات القصيرة التي تصل إلى 335 ميلا كما أن لها القدرة على حمل ركاب يصل عددهم إلى 120 راكب إلى صحيفة الأيام البحرينية مشاهدين التي نطالع منها السماء تمطر أسماكا في المكسيك ذكر مسؤول الدفاع المدني في شمال شرقين مكسيك أن مطن خفيفا هطل في مدينة تامبيكو السحلية وكان مصحوبا بأسماك صغيرة تسقط من السماء أفقا لمكتبة الكونغرس الأمريكية فإن هذا الأمر ظاهرة تم الإبلاغ عنها منذ العصور القديمة صحيفة القبز الكويتية عنونت بين صفحاتها صهور كندية تحمل أدلة على الحياة القديمة عثر العلماء على نتوءات صخرية في شرق كندا تحوي ما قد يكون بعضا من أقدم الأدلة على الحياة على ثوكب الأرض وترجع إلى نحو ثلاثة مليارات عام وتسعمائة وخمسين مليون عام ويعتقدون أنها بقايا كائنات بحرية دقيقة بداية ختاما مشاهدين من صحيفة البيانة الإماراتية زعمت أنها شفيت من السرطان فتم تغريمها بثلاثمائة وعشرين ألف دولار غرمت غرمت محكمة أسترالية امرأة ادعت أنها مصابة بالسرطان وإنها استطاعت شفاء نفسها باستخدام العلاج الطبيعي فقط غرمت قدرها ثلاثمائة وعشرين ألف دولار أمريكي ورأت المحكمة أن تلك المرأة كذبت على المستهلكين من أجل الحصول على تبرعات كبيرة من وراء مبيعات تطبيقها الخاص على الهواتف المحمولة هولبانتري وكتاب من أجل جمعيات خيرية مختلفة نعود إلى أخبارنا ومشاهدين وفيها أيضاً توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن ما يصل إلى 90% من الأكواب الموجودة في المطابخ المكتبية مغلفة بالجراثيم المسببة للأمراض وتنتقل البكتيريا من زملاء العمل إلى الأكواب النظيفة عبر أداة غسل الأواني المشتركة والتي نادراً ما يتم تغيرها فامت هيئة إدارة الغذاء والدواء بحملة أمنية لاتخاذ خطوات حاسمة ضد الصيدليات الإلكترونية التي تبيع أدوية مزيفة ومحطورة التفاصيل مشاهدين مع المختصة في الملف الصحي في غرفة أخبار الآن الزميلة عبير عبدالله تحد التجارة الإلكترونية ظاهرة عالمية حيث وصل الأمر إلى بيع الأدوية المزيفة والتلاعب بصحة وحياة البشر متسببين في مخاطر صحية تصر إلى موت المرضى بدلاً من العلاج من خلال الترويج للأدوية المزيفة في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حيث أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في بيان لها أنها ضبطت كمية قياسية من الأدوية المزيفة والممنوعة في العالم ضمن حملة عالمية لمكافحة المواقع الإلكترونية التي تبيع أدوية غير مرخصة بشكل غير قانوني ولقد كان من بين العقاقير المضبوطة مكملات غذائية ومسكنات ومضادات حيوية إضافة إلى بعض الأدوية المخدرة وأدوية لعلاج الصرع وأوضحت التقارير العالمية أن نسبة عالية من تلك المنتجات تصنف ضمن المواد عالية السمية وتكاد تنعدم الفاعلية الدوائية لها داخل الجسم ويتم تخزينها بطريقة خاطئة وتغلف بأغلفة مزيفة للمنتج الأصلي ونظرا للوسائل التقنية الحديثة التي يمكن بواسطتها إتقان عملية التزييف بشكل يجعلها تبدو مشابهة للمنتج الأصلي ويلجأ الناس لشراء هذه الأدوية لقلة سعرها ولسهولة الحصول عليها من كبسة زر ثم تصلهم خلال أيام وأوضح القائمين على هذه الحملة أنها ستساعد في الحد من استهلاك الكثيرين لتلك العقاقير والفيتامينات التي تكون قاتلة لمن يستهلقها بعيدا عن الصحة أطلقت شركات المحمول الأربع العاملة بالسوق المصري يوم الخميس خدمات الجيل الرابع للمحمول جيفور وسيسهم إطلاق خدمات الجيل الرابع في تطوير كفاءة الخدمات الحكومية وقطاع الأعمال وقبل ختام النشر مشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين الجيش العراقي يبدأ عملية استعادة كامل الحويجة بتحرير ثماني قرى في القضاء وكالة طاقة الذرية تدق ناقص الخطر بشأن نووي بيونج يانج ويونساف تحذر أكثر من نصف المدارس مغلقة بمناطق بوكو حرام في نيجيريا بهذا إذن مشاهدين نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار ممكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على اليوتيوب ليصلكم كل جديد قموا بالضغط على زر الاشتراك أو سبسكرايب إن أعجبكم ذلك شاركونا بتعليقاتكم ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك شكرا للمشاهدة